طيب من الاخبار برضو المهمة النهاردة ان مجلس الاتحاد الدولي الايفاب اتخذ عدة قرارات مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية حصل عديلات على قانون التحكيم هيتم تنفذها بداية من اول شهر سبعة القادم لكن هو السؤال المهم في هذه الجزئية التعديلات اللي هتم على قانون اللعبة وعلى قانون التحكيم لو المواسم نفسها فضلت مستمرة الفترة اللي جاية هل التعديل ده هينفذ من اول سبعة على المباريات اللي بان وهتستكمل بنظام تلك قانون اللعبة مش عارفين ده وضع القانون ايه لكن بشكل عام الايفاب قال ان في تعديل على خمس مواد من قانون اللعبة وقانون التحكيم تحديدا وفي تعديل ايضا على بروتوكول تقنية الحكم المساعد اللي هو الـ VAR الفيديو اسست ريفري لكن في الاساس لو يعني هتعامل كده او اقول لكم ايضا التعديلات مثلا لو فيه لعيب خد انذار اثناء المباراة ويذه المباراة وصلت الى رقلات الجزاء الترجحية لو انت خدت انذار اثناء التسعين دقيقة او اثناء المية وعشرين دقيقة بالـ X-R2 لما تيجي تلعب رقلات جزاء الترجحية لو خدت انذار في الـ X-R2 او في رقلات الجزاء الترجحية هذا الانذار ما يكونش انذار تابع للانذار اللي خدته في المباراة لا الانذار اللي خدته في المباراة ملوش علاقة الانذار اللي خدته في رقلات الجزاء الترجحية ولا يمتد ولا يحتسب أثناء رقلات الجزاء الترجحية يعيب الأمر متعلق بتوجيه انذار شفوي فقط وبالتالي حارس المرمى أيضا اللي كان بيتقدم على الخط خلال رقلات الجزاء الترجحية الأول كان بياخد انذار لو تقدم بشكل خاطئ حصل تعديله بقى انذار شفوي لو اتحرك على خط المرمى كمان في نقطة متعلقة بالحد الفاصل بين الكتف والزراع في مسألة لمسة اليد على المدافع لأن لمسة اليد على المهاجم الموضوع خلاص ما فيهوش أي مشكلة وزي ما احنا ما فيهوش أي تعديل فيها لكن لمسة اليد على المدافع اتعمل فكر التعديل على الحد الفاصل بين الكتف والزراع وأي مكان بيكون فيه الإنذار وتم تحديده بشكل رسمي لغاية الجزء الأخير من القميص أو التي شيرت الخاص بكل لعب في الفترة اللي جاية كمان فيه نقطة مهمة جداً لو فيه فاول اتحسب على مدافع والكورة هيبقى فيها رقلة حرة الأول كان يقولك طالما فيه انذار توقف اللعب وتدي انذار وتلعب الرقلة الحر لا دلوقتي تقدر تدي استمرارية في اللعب وبعد ما الكورة تتلعب ترجع للقرار الإداري وتدي انذار للعيب اللي تسبب فيه الرقلة أو تسبب فيه اللعبة اللي من خلالها ممكن يكون فيه رقلة حرة ده كله بهدف طبعاً يكون فيه تنفيذ سريع وما يكونش فيه تأثير لفكرة تضييع الوقت فيه بروتوكول الفار ايضاً كمان فيه تعديل حصل ان التعديل منح حق للغرفة او للحكام الموجودين في قاعة الفار مناشة حكم الساحة وتقديم النصيحة ليه قصد اتخاذ القرار الصحيح في بعض الحالات الأخطاء التحكمية الواضحة والمؤسرة فبالتالي التعديل اللي تم فيه البروتوكول انك حكم في التقنية او في الغرفة من حقك انك تناقش الحكم وتوجهه للقرار الصح وتعرفه الخطأ التحكيم المؤسر كان في اي لقطة بالزبط لكن في النهاية في التعديل قالك برضو في الختام القرار الاول والاخير بيكون لحكم الساحة في تنفيذ هذه اللعبة وفي تنفيذ هذا القرار اشتركوا في القناة